موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات رحلة حول مصر النهاردة في محافظة الجيزة وكما تعلمون طبعا فيه ترابط كده قوي بين محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومحافظة القليوبية هذا الترابط ليس ترابطا عشوائيا وإنما هو ترابط تاريخي دلوقتي الجيزة تقريبا عدد سكانها عشرة مليون نسمة والجيزة من المحافظات الكبيرة وفيها سراوات كثيرة لكن أنا بحب طبعا كبرنامج ثقافي أن أعرف حضراتكم بالنواحة التاريخية الأول فالجيزة تضرب في عمق التاريخ بمعنى إيه؟ أن هي منذ العصور الفرعونية الأولى أنشئت الجيزة وهي على بقايا تقريبا مدينة منفيس أو مدينة منف اللي هي كانت عاصمة مصر القديمة واللي يعني عايزين نعرفه برضو معلومة كويسة جدا أن الملك خوفه بنا في الجيزة هرمه الأول وهذا الهرم اللي هو الهرم الأكبر يعد من عجائب الدنيا السابع قدام حضراتكم خريطة ورسم بياني خاص بالجيزة يريد إن شاء الله كده نشوفه باهتمام وإن شاء الله نرجع برضو اللي ما شافش هذه الحلقات ممكن يرجع إلى الإنترنت وعلى موقع القناة وعلى مواقع الإنترنت المختلفة لأنه الحقيقة بدعو كل إنسان مصري وكل إنسان عربي وكل سائح برضو أدعوه إن هو يشاهدنا ويشوف هذا البرنامج علشان يعرف هو رايح فين وبقول دايما للمصريين اعرف بلدك فالجيزة أنا قلت إن هي ضاربة في عمق التاريخ بيرجع تأسيسها إلى العصور الفرعونية الأولى وبنى فيها خوفه هرمه الأول وهو من عجائب الدنيا السابع وبعدين تطورت الأمور في الجيزة وفضلت يعني مدينة ومنطقة لها أثرها ولها تاريخها ولها محبتها في قلوب أهلها وفي قلوب المصريين إلى أن جاء الفتح الإسلامي لمصر حضراتكم عارفين أنه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب واللي فتح مصر سيدنا عمر بن العاص الكلام دوت كان سنة 17 هجرية حضراتكم شايفين في الصورة طبعا الجيزة والأهرامات اللي هي مشهورة بها جيزة جدا من ضمن الآثار المهمة مش آثار يعني مصرية بس وإنما هي آثار عالمية يأمها السياح من كل مكان في العالم لأن الأهرامات اللي حضراتكم شايفينها ديت فعلا عجائب والقدماء المصريين بذلوا جهدا كبيرا جدا في بناء هذه الأهرامات بكمل لحضراتكم تاريخ الجيزة علشان ناخد كده شوية معلومات أخرى لما جاء الفتح الإسلامي لمصر وسنة 21 هجرية بالتحديد يعني أرسيت بقى دعائم وحجر أساس الجيزة كمنطقة والحقيقة أنا قريت أنه ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان قال أنه كلمة الجيزة بمعنى الوادي الخصب كلمة الجيزة بمعنى الوادي الخصب أو بمعنى برضو في اللغة العربية أو بمعنى أفضل مكان في الوادي ولذلك تجد أنه الجيزة مشهورة جدا بالزراعة وفيها تقريبا متين لما نتكلم بالأرقام فيها تقريبا متين ألف فدان مزروعة وبتمثل ما يقرب من 3% من الأرض المزروعة في مصر كلها في جمهورية مصر العربية بالإضافة إلى العلماء بتوعنا المصريين بيقولوا المتخصصين يعني بيقولوا أنه في أراضي تانية صحراوية بس قابلة للاستصلاح في الجيزة هاكم شايفين قدامكم على الفيديو مجموعة كبيرة جدا من الأثار والتطور الحضاري والعمراني في الجيزة صحيح في زحمة دلوقتي لأنه أنا قلت لحضراتكم تقريبا الجيزة على السكانها تقريبا يعني دلوقتي إذا فيه إحصائية جديدة هتكون ما يقرب من 10 مليون نسمة فال10 مليون نسمة دول طبعا بيعملوا ازدحام وبيعملوا ربنا يخلي يا رب المصريين جميعا ويعطيهم الصحة والعافية والتطور زي ما تشايفين في متر أنفاق وفيه أمور ومساجد ومعالم أثرية إسلامية ومعالم أثرية غير إسلامية أيضا لأنه أنا قلت أن هي الجيزة من المحافظات ومن المدن القديمة جدا 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 فهي بتجمع بين القديم والحديث السياحة في الجيزة مهمة لا يمكن أحد أن ينكر السياحة أبدا ليه؟ لأن الجيزة الجيزة الوحدها بتمثل 13% من دخل السياحة على مستوى جمهورية مصر العربية كلها وهي تعتبر المحافظة رقم أربعة في الترتيب بعد المحافظات الجنوبية حضراتكم عارفين الأقصر وأصوان بقوا لي المناطق اللي فيها أثار أكتر من الجيزة الشوية فتعتبر رقم أربعة على مستوى الجمهورية فيها زي ما قلت لحضراتكم الأهرامات فيها جمعة القاهرة اللي كانت في الأول اسمها جامعة فؤاد الأول وهذه الجامعة كانت المنطقة بتاعتها يعني أو فكرت فيها فاطمة بنت الخديوي إسماعيل وأصبحت جامعة فؤاد الأول ثم الجامعة المصرية ثم جامعة القاهرة الجيزة فيها نهضة صناعية كبيرة جدا جدا صناعات الغازل والنسيج والصناعات الغذائية وصناعات البيترو الكيموية وصناعات أخرى كثيرة بالإضافة إلى لا يمكن هذه الحلقة تمر وكده وتفوت دون أن نعلق على المتحف الزراعي اللي هو يعتبر مزار سياحي سواء في السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية العالمية اللي متحف الزراعي متحف عريق جدا كان صدر قرار إنشائه برضو من فاطمة بنت الخديوي إسماعيل وصنة 1929 وبدأ في بنائه في نفس الوقت وانتهى البناء سنة 1938 يعني أكتر من كذا وستين سنة والمتحف الزراعي متحف عالمي كبير مسحته حوالي تلاتين فدان تلاتين فدان كاملة وبيضم سبعة متاحف وهذه المتاحف فيها العديد من النباتات سواء كانت نباتات قديمة أو نباتات يعني تم تهجينها واعترفت بها الأبحاث الزراعية في مراكز للأبحاث الزراعية كثيرة في الجيزة لأنه أنا قلت لحضراتكم أن الجيزة مشهورة جدا بالزراعة بالقرى اللي حواليها بقى فيه الصف والبدرشين وغيرها دي مشهورة بالزراعة كتير والمتحف فيه نباتات نادرة جدا جدا من مصر القديمة إلى مصر الحديثة نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجيزة وأهلها وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يكتب لنا الأمنة والأمانة والاستقرار أشوف حضراتكم في رحلة أخرى حول مصر وأترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلاد الخير أوطاني وفي الله